كلنا قصور وتقصير تجاه إمام مثل جعفر والله تخوني العبائر ما عرف شو نقول اسم الإمام الصادق من أقوله أشعر بفضل عاجز عن بيانه الصادق يحتاج إلى لسان كلسان الصادق حتى يقدر يوصفه ما يعني شوفوا أقولكم كلمة أخيرة والله ما ترك الإمام حجراً في الدنيا إلا ووضع تحته علما هذه كلمة أخيرة فلها أقولها ولإثباتها وقت آخر الله أكبر شنو من تراث الله أكبر شنو من عظم هذا جعفر الصادق منأ الدنيا علما بس الناس ما منصفه أخذوا منه كل شيء ولم ينسبوه إليه بل نسبوه إلى أنفسهم إنصاف ماكم أمانة علمية ماكم أمانة علمية ماكم بس يبقى الشمس تحجب بغربان ما تحجب الشمس ما تحجب الشمس جعفر الصادق آخرهم قال لو لا السنتان لهلك النعمان وأولهم قال لو لا علي لهلك كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم كما يعبر غان كنوا منذقول لهلك لو لا لهلك لهلك ما أنصفوك سيدي ومولاي ما أنصفوك سيدي ومولاي وما أنصفوا آبائك وأجدادك وما أنصفوا أبنائك ناس ما منصفين مو فقط دين معدها وجدان هم معدها ضمير هم معدها إنسانية هم معدها كل شيء معدها والله العظيم الناس بشكل عام مو زينا يا ابن رسول الله ما أنصفوكم وإلا أن تنطيتهم علم فأعطوك الظلم والأذية إمام عظيم مثل جعفر الصادق يحرقون بيته بالله عليكم ويخلوه بشيبته يطف في النار بعبايته ورجلية ما تستحون ما تخجلون عار عليكم بعد شهادة النبي بدل ما يجون للزهراء عظم الله لك الأجر يحرقون بابها ما يستحون وبتنبيهم وراء الباب خجل ماكم هذا المعنى أبو علي قال يوم العاشر إن لم يكن لكم دين وتماعدكم دين وكنتم لا تخافكون وأحرارا على أقل مستحهم معده مرى أبوها البارح أبوها السيد الخلق ميت عنده بسهية يحرقون بابها ما يستحون خيام بيهن بنات محمد يحرقوهم ما يستحون بيت بيهن جعفر الصادق وعلويات يحرقو ما يستحون شنو من بشر هاي هاي ناس دولة أعانكم الله عليهم يحرقون بيت الإمام سلام الله وما جماعة يمرون على بيت الصادق البيت واج نار يا ويل يشوفون الإمام وحده ما حد يساعده خاف ينكتب تقرير إفلان ساعد الصادق ما حد يساعده وحده يطف النار بشي أبته الإمام اتجاوز الستين سنة شيخ الأئمة عمرا كبير بالسمطاء شيبة يطف النار برجلية ما حد يساعده وشي صيح أنا ابن أعراق الثرى من يطف النار أنا ابن إبراهيم الخليل مثل ما وجيته نار الجدي إبراهيم وتحرقوه ما بتحرقون بيتي القتل لنا عادة كرامتنا تعودنا احنا على هذا يطف النار برجلية سلام الله عليه طفت النار قعد يبش بصحن الدار إجلنا العلويات يا ابن رسول الله تروح لك فدوى الدار ومن في الدار صدق شذب دموعك غالي يعني أنا إمامنا دموعك تجري على شيبة كريمة احنا تعودنا يا ابن رسول الله هاي مو أول بيت يحترق يا ابن رسول الله 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 بنا يا ابن رسول الله لا تبشي قدامنا نسوان ما يتحمل شو ما ندموعك اشتقنا لي مجالس الحسين اشتقنا لي على آل محمد موتشي على أبواب محرم يا آل محمد لا تحرمونا من فضلكم من عطائكم من خيركم خلونا على أبوابكم إذا احنا مو أهل تخلونا على أبوابكم فأنتم أهل لذلك أنتم أهل لنتقبلونا واتقبلونا غيرنا شاعر ظن الحسين سقيت عذاك الماء يا أبا عبد الله سقيت عذاك الماء منك تحننا بأرض فلا تنحيث لا يوجد الماء فكيف إذا تلقى محبيك في غد أطاشا من الأجداد في دهشة جاءوا في دهشة جاءوا سيدي لجسير دموحك قدامنا يا جعفر ابن محمد قالهن ما بجيت على الدار ولكن أنا بيناك كان أطف في النار وأشوف كم من حجرة إلى حجرة خايفات كل علوية شاب قال أطفالها خاف نار نار يوم العاشر ناس ليسوون تشاديش هاي في الخيمة من تحترق الزلم مش لوم تشرد بتشيرتها ليش أنا أنا تذكرت عماكي يوم عاشورة لما أحرقت الخيام على بنات الرسالة والعلويات من خيمة إلى خيمة وإجا نزين العابدين زينب قالها عم عليكم نب الفرار شرد ابن مسلم يقول شفت امرأة واقفة ضاب الخيمة أخذت النار باليالي عباد يوم يا ولالي قلت لها علوية النار 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 تبنيين اللعبة تعالى بن أمي ميادين يا حسين والله ميادين ميادين بعد يوم لا بطل حسين يا وسب ميادين يسكن عجل الضبار جهتك ورد أشوف اش صار ما صار يا أخويا يا حبيبي يا أبو علي أنا جهتك ورد أشوف اش صار ما صار لقيتك على الرمض وقرر رمض حار يا أخويا أخويا لقي ياتك والتعطشان وعلى رب الحار الله أكبر يا رب رب الله أخويا لقي ياتك لقي ياتك السلام وعلى الشفاة ذا بلا السلام على العيون الغائرات هذا العيون غائرات من العطش الله يعتسكم يوم القيامة بني مهي عطش يوم يوم القيامة وعطشكم يوم القيامة ما بأي ارتواء بعد ذلك راح تبقون عطشانين إلى أبد الآبدين بني أمي الله أكبر شافة يحرك شفافة ما تسمع شيء صوتها ناصفة والخيول داير ما دايرها وتراب ما تسمع أصوات الخيول والذول على الخيول وكذا دنقت خلت إذنها ينفم الحسين ينفش فايفة تحركت صوتها ناصفة سمعت قامت سوت حركة العرب الأصلاء مو ذول المسوخ مو قي التأريخ الأصلاء أهل النسب والحسد يفهموها هاي الحركة خلت عشر أصابعها على رأسها وهاي عد العرب وكذيرا المرمو تخلي عشر أصابعها على رأسها خلت عشر أصابعها على رأسها صاهت يا ناس درب المشرع مني يعني ش قالها الحسين يا بيانا أزدر بالمشرع مني أنا نعكشان خي يا مسرين أنا بعيني أنا بعيني نجيب المال لحسين يا بي حسيني حسين ضيعت البصير ومذ الحير تمال ستت حير بمحمد وآله صل على محمد وآل محمد عجل فرج مولانا يا الله اجعلنا من خطر